ومشاهدين الكرام ننتقل إلى الملف الأخير في برنامج ملفات الملف الفلسطيني حيث وقع مراقبون فلسطينيون ومختصون بالشأن العسكري أن تتوسع العملية الإسرائيلية بحثا عن ثلاثة مستوطنين فقدوا منذ خمسة أيام وتتهم إسرائيل الفلسطينيين بخطفهم ويرى البعض أن نتنياهو وجد طريقة للخروج من مأزق تحميله فشل العملية التفاوضية ومحاربة حكومة التوافق والمصالحة مع حركة حمس تفاصيل أكثر مع مراسل نادية حوشية بموازاة الحملة العسكرية الإسرائيلية على الأرض تشن حكومة نتنياهو حملة سياسية دبلوماسية ضد سلطة الفلسطينية وحكومة التوافق يضربون تنياهو عصفرين بحجر واحد يخرج من مأزق فشل المفاوضات وحتمية انهيار حكومته والعزلة الدولية ويتمسك بحبل النجاة بعد اختطاف ثلاثة مستوطنين إن صحى الاختطاف إلى الحرب على حماس يقوم جيشه بالدخول إلى مختلف مناطق السلطة المصنفة ألف وغيرها في أكبر عملية اجتياح منذ نيسان عام 2002 ما يعني أن إسرائيل تنفذ عملية إعادة الأخوة وإنما تنفذ الصور الواقي رقم اثنان حسب خبراء عسكريين يعني حينما دخل إسرائيل في عملية الصور الواقي رقم واحد دخلوا واحتلوا ومكثوا في المكان فبالتالي العملية لها أهداء بعيدة المدى تنفذ على مراحل أنا أعتقد أننا الآن في المرحلة الأولى من تنفيذ العملية وهناك مراحل أخرى ستكون أشد ضراوة من هذه المرحلة الحديث يدور عن عملية عسكرية متدحرجة وأخذة بالاتساع في الأراضي الفلسطينية حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يظهر المشهد الحالي فشل منظومة الأمن الإسرائيلية فيبدو التخبط يسيطر على صناع القرار في إسرائيل وحتى على الشارع الإسرائيلي الذي يتساءل عن أسباب عملية الاختطاف أعتقد أن الأحزاب حتى أحزاب الوسط والمركز بدأوا يطرحون الأسئلة على نتنياو ما الذي يمكن أن نفعله لماذا وصلنا إلى هذا الوضع وهناك من يشير بأصابع الاتهام إلى أن هذه العملية نتيجة فشل المفاوضات ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه معضلة كبيرة تتعقد مع مرور الوقت وإخفاقها في الوصول إلى أي نتائج تفيد التحقيق بشكل فعلي سيناريوهات متعددة يضعها المراقبون تقول ربما أن المستوطنين قتلوا على يد خاطفيهم أو أن العملية متقنة إلى درجة كبيرة استطاع الخاطفون إخفاءهم كلها فرضيات تحتاج إلى عنصر الوقت لإثبات حقيقة ما حصل إن كان حصل بالأصل موضوع اختطاف المستوطنين الثلاثة ليس بالأمر السهل في إسرائيل لا على المستوى السياسي ولا العسكري أو الشعبي وبالتالي حتى لو عثر عليهم أحياء اليوم سيكون هناك ردود إسرائيلية بإيصال رسالة بعدم تكرار هذه العملية مستقبلا ووفق كل السيناريوهات ستكون المنطقة أمام تصعيد ميداني غير مسبوق ضيح الشياء الغدو العربي الأراضي الفلسطينية وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا السيد محمد فرج الغول النائب في المجلس التشرعي عن حركة حماس أهلا ومرحبا بك سيد محمد فرج بداية هل لحركة حماس أي علاقة بخطف الإسرائيليين الثلاثة وعلى أي أساس يتم اتهامكم من نتنياهو بخطف هؤلاء وتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الحقيقة أن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى نتنياهو نفسه كيف يتخبط ويتهم حماس بلا دليل بارتكاب هذه العملية أو بتنفيذ هذه العملية الحقيقة أن الاحتلال الصهيوني يتخبط الاحتلال الصهيوني الآن لا يعرف ماذا يفعل يرتكب جرائم حرب حق الشعب الفلسطيني أسرى لديه أكثر من خمسة ألاف أسير منهم عدد كبير جدا يموتون موتا بطيئا في سجونه وفي معتقلاته ويحاول أن يصدر قوانين لتغذيتهم تغذية قصرية خلافا لقوانين العالم كلها عمل بهود القدس وبيقتل الفلسطينيين هذا معلوم سيد محمد ليس لدي الكثير من الوقت هذا معلوم يرتكب هذه الجرائم الآن يريد أن يبرر عملياته يرتكب جرائم جديدة من خلالها بيهدف إلى ما يلي بيهدف إلى تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني واختطاف عدد كبير جدا من النواب اختطاف قيادات فلسطينية في الضفة الغربية لأنه لا يستطيع أن يسيطر على الضفة الغربية في الأمن والمنظومة الأمنية الموجودة لديه فاشلة هناك مصالحة فلسطينية هو يحاول أن يوجد أي مبررات من أجل شق وحدة الشعب الفلسطيني ومحاولة إفشال هذه الحكومة الجديدة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني يريد أن يتخلص من هذه القيادات التي تفضح ممارساته اليومية في ارتكابه جرائم حرب يومية والأصل أن يتم محاكمة ومعاقبة الاحتلال الصهيوني أمام المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية أعتقد أن الاحتلال الصهيوني اليوم يمارس قرصنة واضحة وإرهاب دولة ضد الشعب الفلسطيني عقاب جماعي واضح مصنف في القانون الدولي نعم انتهى الوقت سيد محمد فرج مقاطع عذرا سيد محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريع عن حركة حماس مشاهد الكرام الفات انتهى إلى اللقاء